الكتاب المقدس بيتكلم عن أن يوسف النجار كان خاطب القديسة مريم العذراء كانت مخطوبة ليوسف والخطبة عادة بتتم على مراحل عادة الأهل هم اللي بيخطبوا الأولاد وأحيانا تبتدي بسن مبكر جدا يقولون هذه الطفلة لهذا الولد وهكذا لكن الخطوبة رسميا تحدث بمثاق وعندما كانت مخطوبة ليوسف عادة هذا المثاق بيخد سنة ويعتبر كأن تشريع زواج لا يجوز الطلاق إلا أو إلا بالطلاق فطبعا خطوبة مريم من يوسف في الناصرة هذا معروف على مستوى عائلي والخطبة عادة تاخد سنة فتخيل معي لما يوسف سمع الأخبار أنه مريم حامل في بلدة صغيرة بحسب الشريعة اليهودية طبعا ترجم لكن الرب اتعامل مع يوسف وتعامل مع مريم سما كما سنرى في هذه القصة هذه القصة حدثت في ريف جميل بسيط بلدة اللي أصبحت مشهورة في كل أنحاء العالم